اشتركوا في القناة على زلزال كانت بؤرته غزة ولكنه هز العالم كله صباح هو صباح السابع من اكتوبر صباح مشرق بالبشريات صباح جاءنا بالبشريات واخبرنا بأن النصر آتي وغزة هزت الدنيا جميعا وأبناء العروبة في صبات تداع الشر من كل اتجاه وحكام العروبة في شتات فلسطين الحبيبة علمتنا دروسا في الجهات وفي الثبات شباب سطروا مجدا تليدا حفات ركعوا اعتل عتاتي وفي اكتوبر المشهود لما اتى طوفانهم بالمعجزات احالوا جيش صهيون حطاما ومسخرة ومسخرة امام الكاميرات شباب سطروا مجدا تليدا حفات ركعوا اعتل عتاتي وفي اكتوبر المشهود لما اتى طوفانهم بالمعجزات احالوا جيش صهيون حطاما ومسخرة امام الكاميرات واحلام اليهود غدت سرابا من النيل العظيم الى الفرات واحلام اليهود غدت سرابا من النيل العظيم الى الفرات بطولات يسطرها شباب يهز كفاعهم كل الطرات يواجه اهل غزة في شموك اساطيل العداء والبارجات بصبر واحتساب واتكال على الرحمن رغم النائبات بصبر واحتساب واتكال على الرحمن رغم النائبات اغارات وعدوان وظلم واجرام وكل الموبقات وخذلان وارهاب ومكر وغدر جاء من كل الجهات فلا جيرانهم قد انقذوهم ولا فتحوا المعابر للنجاة ولا قمم العروبة ساعدتهم ولكن المواقف مخجلات نتنياهو يعربد مستعينا بذيت الغرب أو بالطائرات ولكن مع هذا وهذا لنا أمل برب الكائنات هو الأمل الوحيد ولا سواه لكشف الضر أو دفع البغاة نرى في غزة الغراء دوما ملامح للفدى والمكرمات وأصبحنا نشاهد كل يوم بريق النصر من بين الرفات الوضع الوضع صعب والحياة كئيبة والظلم يزبد والبلاد سليبة والعرب حيرا والمصائب جمة والغرب لا يبدي لغزة طيبة وتراب غزة شاهد عن ضعفنا وشعوب أمتنا غدت في ريبة في كل أرض قصة وحكاية ألم يحدق أو تحل مصيبة والناس بين مكذب ومصدق فالكل ذاق من البلاء نصيبة ما حل ضيق أو تبدت كربة إلا وألطاف الإله قريبة عاصمة الخلافة القدس عاصمة الثقافة فاستبشر فاستبشروا يا إخوتي رغم الأسى والقهر تأبى الاحتلال وتسحق اليوم حرافة والمسجد الأقصى ينادي أمة الإسلام كي تحمي حفافة وولاتنا لم يسمعوا أبدا هتافة يا أيها الحكام ما هذه السخافة كل العواصم في بلاد الله تحيا حرة والقدس في الأغلال تلقى كل يوم كل أصناف الإخافة أبدا تنادي أيها الحكام من كيد الأعاد أنقذوني وأمدوني بجيش عالمي لا يهاب الموت لا يعرف معنى للإخافة وجوار المسجد الأقصى تساءل طفلة أين الأبات الفاتحون وأين من يحمي العرين أم أين حمزة والمثنى أو علي وخالد يا سيد الفاروق يا ابن أبي قحافة داست ثرى الأوطان أوباش وعاثت بل وطافتها طيافة لوثوا النهر ولم ينسوا ضفافة أخذوا بغداد من بعد الرصافة دنسوا صنعاء قالوا حرروها من بنيها آه ما هذه السخافة أين أصحاب المعالي والسمو ذو الكروش أو النحافة بات هذا الظل في أوطان ناباد لمن يبغي التحرية والقيافة آفة والله آفة إي ورب البيت آفة سادتي يا سادتي ما عاد جيش الاحتلال اليوم تنين المخيفا فبنوا غزتهم قد حطموا تلك الخرافة سادتي يا سادتي ما عاد جيش الاحتلال اليوم تنين المخيفا فبنوا غزتهم قد حطموا تلك الخرافة صمدوا في قلب غزة في ثبات وإباء وشموخ وحصافة وهموا من قاوم المحتل في عزم وحزم جعلوا صحيون تحت الأرض في الأوكار والأنفاق حتى انتزعوا منه اعترافة وأتاهم داعي الأقصى بطوفان وقد أعي الصحافة عجز العالم واحتار بماذا ولماذا ومتى أو كيف من ذا قاد تلك الاختطافة بذكاء وحرافة وحرافة شهد العالم هذا كل هذا رغم تحتيم الإذاعات وتدليس الصحافة معركة ثبت الأبطال في معركة الطوفان حتى انتصروا رغم كل الكيد هذا والتآمر والتواطئ والكهانة والعرافة يا ولاة الأمر هيا وحدونا أعلنوا في عالم العرب ائتلافة وإذا لم فاتركونا فاتركونا إننا جئنا وقررنا قرار الحسم فلتستمعونا نحن جئنا اليوم كي نحمي حمانا ونعيد المسجد الأقصى عزيزا لثرانا وعلى قبته الصفراء يستعلي لوانا عندما نصطف في أقوى اصطفافة حينها نعلن للدنيا بأن القدس عاصمة الخلافة يا شعب ثر يا شعب ثر فالوضع في غزة جراء الحصار الظالم المحموم مر يا شعب غزة أنت في هذا الزمان المر حر علمتنا يا شعب غزة كيف أن الحر في هذا الزمان بلا مراء منتصر وكسرت أسوار الحصار ونحن في صمت نئن ونندحر حتى ولو كنا كثر فغثاؤنا مثل الجراد المنتشر لكننا بالرغم من هذا ورب البيت ليس لنا أثر سحقا لنا ولكل حكام الععوبة والشعوب مع الجيوش فكلها لا تستحق العيشة أو نيل الوطر يا شعب غزة أنت رمز للإباء وأنت عنوان الكرامة والشجاعة والرجولة والبطولة والمضائل مستمر علمتنا كيف الإرادة تنتصر وغثاؤنا لا زال في وحل الرذيلة يحتضر يا شعب غزة سر ورب العرش من فوق السماوات العلا لك ينتصر نبئ بني صهيون أن الماء ليس بقسمة أو أنه من كل شرب محتضر يا شعب غزة سر ورب العرش من فوق السماوات العلا لك ينتصر لا تبتأس بصنيع حكام العروبة فالولاة كأنهم أعجاز نخل منقع نبئ بني صهيون أن الماء ليس بقسمة أو أنه من كل شرب محتضر كلا ولا القدس المقدس للتساوم والتفاوض في مهانات السلام المشتهر وبأنهم حتماً يولون الدبر هذه خلاصات الخبر فإذا أبوا يا شعب غزة فارتقبهم واستبر السلام عليكم مقطوعة بعنوان لا ماء في البئر دلاء الوهم أو عية الحقيقة كأن لا ماء في البئر العميقة كأن الذكريات هوى قديم رذاذ بارد ورؤى طليقة مضمخة كأحلام ندامة مضخمة كعمر في دقيقة مشوهة وقد تبدو لراء رشيق الفكر فكرته الرشيقة وإني المستعد لكل شيء سوى النسيان لم أعرف طريقه إلى الأشياء لم أنظر إلى الأشياء لم أنظر ولكن أجيل العين ولكن أجيل العين في أصل الخليقة أنا ابن الماء يرهقني نقائي وتغرقني أماني الغريقة إلى الأشياء لم أنظر ولكن أجيل العين في أصل الخليقة أرى دمعا تخلق في دمائي يغالبني فأخجل أن أريقه أنا ابن الماء يرهقني نقائي وتغرقني أماني الغريقة أنا ابن أوابد الأزمان بيني وبين الصفو أو دية سحيقة أنا الشجر المعرى في بلادي كسته النار قوته الرقيقة أراقب من بعيد عين طفل بكى حدقا لتبتسم الحديقة أراقب من بعيد عين طفل بكى حدقا لتبتسم الحديقة يضم تراب لهفته ويغفو كأي شقيقة ضمت شقيقة كأن الضوء يجرحه إذا ما رأى في الضوء دمعته الأنيقة يتيم شق في دمه طريقا على عجل فخانته الطريقة يطير سرب أحلام عذارة فتسقط تحت نيران صديقة يطير سرب أحلام عذارة فتسقط تحت نيران صديقة هو الأموي والذكر حمام تحلق حول مئذنة عتيقة ومن كانت حبيبته دمشق أيتركها ليبحث عن عشيقة الله عليك الله عليك كلا لبلاد لبلاد تموج جو كالبحر يا رب أهلي أولسنا لغيرة الله أهلا بيد كان يدفع الموت عنهم وبأخرى يستمطر الغيم هطلا تمطر السحب في السماء رصاصا فيرى الأرض بالعزيمة حبلة تمطر السحب في السماء رصاصا فيرى الأرض بالعزيمة حبلة ما أصابت رصاصة صدر حر قتلت غير خوفه ليس إلا ما أصابت رصاصة صدر حر قتلت غير خوفه ليس إلا كلما امتد نحو نحر حسام قبل النحر حده لا أقل كلما امتد نحو نحر حسام قبل النحر حده لا أقل كل صوت مسيج بالأمان وقف الموت دونه فاضمحلا ليت شعري ما أصغر الموت لما تتلقاه أنفس الناس جذلا ليس موتا ألا تطيق خضوعا إنما الموت أن تهادنا ذلا نحن أدرى بشأننا من سوانا وبتحقيق حلمنا نحن أولى نحن عود البخور يحرق كيما يبهج الكون بالشذا حيث يصلى نمنح الورد عطره إذ نغني لهوانا فيزهر الشوك فلا ما تركنا لغيرنا في المعالي موطئا من محلنا اليوم أعلى تحت أقدامنا تفجر حلم فإذا الطفل يلبس الخوف نعلى تحت أقدامنا تفجر حلم فإذا الطفل يلبس الخوف نعلى نحن أبناء صبرنا يا زمانا كلما ازداد بذلنا زاد بخلا نحن أبناء يتمنا يا بلادا تركتنا نعيش كالنخل بعلى نحن أبناء قهرنا غير أن قد جعلنا من أصعب الصعب سهلا ضاق عنا فضاؤنا فانتفضنا تلك آيات عزنا اليوم تدلى هذه الأرض بيننا فاسألوها أَوَمَا أَخْرَجَ الْأَعَزُّ الْأَذَلَّةِ نحن قوم مذكانة الأرض كنا وسنبقى نقاوم الموت عزلا في بلاد تعانق الآن حلما كلما كان أحمرا كان أحلى ليس روح مهما غلت هي أغلى من تراب بحمرة الدم يُكلى وزماني وقد أظل عدوي ليس بيني وبينه غير كلا أشكر القائمين على هذا المحفل وشرف الحديث إليكم خاصة العزيز مصطفى مطر الذي شجعني على الحديث إليكم في هذه الفاعلية الحقيقة أجدني في موقف صعب فعلي أن أتحدث بلغة العلم في حضرة الشعر وأن أصف تعقيدات الإدراك وخارطة الكلمات في أذهاننا بينما جمهوري الذي يشاهد يسمعني اليوم يبتغي الإحساس والشعر والخيال كيف لتلك الهوة بين ثنائية العقل والشعور أو لغة العلم ولغة الشعر أن تجسر أو ربما تنتهي كيف لا وقد استطاعت التقنية استعمار العلم والقضاء على صورة عالم الرياضيات بمعادلاته أو عالم الفيزياء بلحيته الكثة وشكله المثير للشافقة هذه الذكاء الاصطناعي قد ألغى هذه الصورة تماماً لم يعد أمام الإنسانية في ظل هجوم هذا الذكاء الذي يريد تجاوز الإنسانية سوى أن يلجأ لإنسانيته للأشياء التي لا يحسنها سوى الإنسان الرسم والفن والموسيقى والشعر فإن حديثي اليوم سيتسق مع عصرنا عصر التشابك والترابط والتناغم رغم أن في كل الأفكار المتطرفة التي تبحث عن ثنائيات التنافر والتباغث صعب أن نتحدث بلغة العلم بعدما سمعنا من الشعر لكن لأجذب انتباهكم لما أقول أريد أن أتصور أن كل شاعر يتجول الآن في دماغه ليعرف من أين يأتي هذا الإبداع من أين تأتي هذه الكلمات وهذا هو المدخل الذي ربما سيشدنا هو أصبح رديف للنقط لكنه عبر الـ MRI والرني المغناطيسي والـ EEG كيف يمكن أن نرسم لوحة الإبداع أثناء إلقاء الشعر هذا ما أريد أن أتحدث عنه الإنسان بإنسانيته يملك قدرة لا يملكها غيره من الكائنات وهي الإبداع أن يخلق جديداً وفقاً لاحتياجاته وسياق حياته الإبداع كل ما يستحدثه الإنسان في الكلمات في الحركات في النغمات في الرواية في النظريات كل ذلك يشمله الإبداع فهو قدرتنا نحن البشر على أن نقتطع من الكلمات والنغمات ما نشاء نشره على تهلافيف أدمغتنا وحنايا وتضاريس الدماغ المعقدة سرنا الآن بفضل التقنيات الحديثة نستطيع أن نتجول في هذا الدماغ كان الدماغ المبدع كان شاعر كاتب روائي موسيقي ولحسن الحظ فإن علماء الأعصاب منذ زمن رسموا خارطة الدماغ بمسميات أشبه من متحف دعونا نتصور الدماغ هذا كمتحف هناك قشرة دماغية هناك قبة وهناك في داخل هذه القبة متحف من الخلايا والعقد والأنوية يذكرون بعض المصطلحات في قشرة الدماغ هي متفونة داخلها فإن رحلة في أعماق الدماغ بين مثلا الحصين والوطاء والمهاد والنواة الذنبية والكرة الشاحبة والسوداء في خضم ذلك كل من هذه الكلمات نشعر ونخاف ونحلم ونتذكر الأحزان ونفرح بذكر الأحباب في خضم ذلك كله يصبح الإنسان إنسانا لكن لكي يمكن لهذه العلوم التي تسمى الإدراك بما فيها من مزيج من فلسفة وعلوم أعصاب وعلوم نفس وكمبيوتر لكي يمكن لهذه العلوم أن تجعلنا أقدر على فهم الإبداع وصناعة المبدعين يجب أن نفهم في البداية من هو المبدع ما الذي يحدث عندما يبدع الإنسان شعراً أو يعزف مقطوعة أو يرسم رسماً ما الذي يحدث في دماغه هنا نحن أمام طريقة مختلفة من التفكير في الإبداع الطريق للتفكير مختلف تماماً أو بأسلوب علمي أكثر رسانة عقل الشاعر يتعامل بطريقة مختلفة مع المعلومات التي ترد إلى الدماغ يبقى السؤال الآن ما هي هذه المعلومات التي ترد إلى الدماغ في اليوم في الدماغ هناك خمسة وثمانون مليار خلية كل خلية تتشابك مع مئة خلية وكل مئة خلية تتشابك مع عشرة آلاف أخرى ليصبح عندك حالة من التعقيد تصل إلى تريليونات التشابكات العصبية كل منها شبكة متخصصة من وظائفنا سواء المعرفة سواء الحياة سواء الحب سواء البغض كل هذه تتشابك فينا لذلك هذه المعلومات تعرج للدماغ من كل ما يحيط بنا حتى من أجسامنا منذ أن كنا صغاراً نتعلم من أهلنا معنى الارتفاع والهبوط حين تهدهدنا أمهاتنا حتى نكف عن البكاء نتعلم المشي والصعود مع تقدمنا في مصار الحياة بعد ذلك نعرف ما هي النار ما هو اللهب ما هو الجوع ما هو العطش حتى إذا تطول الإدراك دخل أهم عناصر الإبداع وهو المجاز فيصير الصعود صعوداً للأسعار مثلاً والشوق يصبح لهيباً والنقاش احتداماً كاحتدام المعارك والجوع جوع المحب وعطشه لمن يحب لا يختلف كثيراً عن الجوع والعطش الذي كلنا يعرفه هنا تأتي أعمال عالم جورج لكوف عالم اللسانية لتكون علامة فارقة في هذا السياق جورج لكوف هو تلميذ نعوم شاومسكيليتي توفى مؤخراً فأصل الكلام عند جورج لكوف هو المجاز كل شيء هو مجاز فلا يمكننا بحال أن نعرف أصل الكلمات ما لم نعرف كيف لجهازنا الحركي والحسي أن يتطور ليصير آلة معقدة من صناعة الكلمات لهذا نظريات كثيرة منها مثلاً أن في الخلايا بوابة كل كلمة ترد إلى الدماغ هناك بوابة بين الحقيقة والمجاز فهذه الأعصاب تنظم المسار إما أن تذهب إلى المجاز وإما أن تذهب إلى الخيال حسب إدراكنا وقدرتنا على الخيال لذلك أول نقطة في المبدع هو القدرة على صناعة المجاز القدرة على صناعة الخيال هو تحويل كل الخبرة التي اكتسبها في حياته إلى معاني هذه هي المعلومات التي ترد لعقول الناس يبقى السؤال فلما يختص الشاعر والمبدع بأنه يستطيع أن ينسج من كل تلك المعلومات هياكل الكلمات التي نسميها شعراً بدأ البحث قديماً في هذا الأمر من علماء النفس أهم عالم نفس ذكر هذه القضية هو عالم تشيكسلوفاكي اسمه ميهالي ميهالي هو من سك مصطلح الدفق فدرس أكثر من خمسمائة مبدع فكلهم يتحدثون عن لحظة الدفق لحظة يتجمع فيها التركيز ليتركز حول الكلمات هنا يغيب كل شيء عن الذهن في القشرة الدماغية في الأسرة في الأفخار التي ترد إليه ليصل إلى المرحلة تسمى آها مومنت يعني اللحظة يقول آها هذه اللحظة هي بداية الإبداع في من يسميها البذرة هو من يسميها لحظة الإبداع في كل شيء هذه اللحظة اللي سمها الدفق استطعنا الآن من خلال الرنين مغناطيسي أن نشاهدها يعني الآن بالإمكان أن تأخذ الشاعر في رنين مغناطيسي ويمد يده ويكتب ونشاهد ما الذي يحدث في متحف الدماغ ما الذي يحتحرك الآن لذلك وجدوا علاقة غريبة جدا وهي العلاقة الكلمات طبعا كما نعرف هي في قشرة الدماغ يعني موزعة لكن عندما مثلا أحد الدراسات أخذوا رواية هاري بوتر هاري بوتر كلها رعب وسحر فعندما يقرأ القارئ هذا المتحف اللي ذكرناها الحسين والمهاء المهاد وهذه القضايا كلها عندما يتحدث عن الخوف تبدأ أنمية الخوف تتحرك عندما يتحدث عن الحب أو عن السحر تتحرك أنمية أخرى وتتشكل عندك خارطة تشاهدها تشاهدها أمام عينيك فهذا تطور رهيب يعني جعلنا نفسر ما الذي يحدث في دماغ المبدع فنقول بكلمة سهلة بسيطة الناس العاديين عندهم التفكير الهرمي بشأن يستأذن قشرة الدماغ قشرة الدماغ مرتبة على ست طبقات وهي التي تنظم سلوكنا وفق الانطباعات مسبقة فنحن نخضع بسلطان الحجر أو العقل الذي يمنعنا ليس فقط من فعل الخطايا إنما يمنعنا من التفكير الأفقي الذي يتجول في متحف العقل حيث الوطاء والحصين والمهاد هنا يأتي دور المبدع بذكاء يسمى الذكاء السائل هذا الذكاء السائل فيتفق المبدعون في أنهم ينحتون الكلمات والألحان والصور بقدرتهم على الخيال وانتقاء الصور التي يخزنها الدماغ منذ أن كنت طفلا ذلك يختلف المبدع بحسب هذا المخزون هذا المتحف الذي ننتقي منه هذه الكلمات ينحت الشاعر الكلمات فلا تكون كغيرها من الكلمات هذا التفكير هو الذي جعل العلماء يبحثون في تلك الشواهد التاريخية الهائلة التي تربط الإبداع بالأمراض النفسية بدأوا البحث فالمتنبي مثلا يقال أنه مصاب بالإحباط كما ذكرت الله حسين الرومي هناك دراسات عنه كان في شدة هجائه يعبر عن مخزون نفسي من إحباط كبير جدا المعري كان شديد الإنعزال ونحن نعرف أن الآن العشق نوع من الإدمان العشق نفسه نوع من الإدمان يأتي نتيجة زيادة وفرض الدوبامين في داخل الدماغ لذلك ما أصيب به جميل بثين فقد قيل أنه من قوم إذا عشقوا ماتوا ولعل عيوب بثين العذرية كانت السبب في هلاك جميل أليس هو القاء اللاحت لعينك من بثينة نار فدموع عينك درة وغزار والحب أول ما يكون جاجة تأتي به وتسوقه الأقدار حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار أما مجنون ليلة قيس بن الملوح أو قيس بن ذريح مجنون لبنى بغض النظر عن تشكيك طه حسين في ذلك فإن الجنون المقصود بلا شك هنا هو الإدمان الإدمان الدوبامين هذا ينشأ مع العشق ينشأ مع إدمان إدمان المخدرات وغيرها ينشأ مع حب السلطان كلها تزداد هذه الأشياء فلا فرق بينها في الحقيقة الفكرة هنا تتكرر حتى مع إبداء مبدعون عالميون هناك كتب كثيرة تحدث عن تطور مفهوم الإبداع أفلاطون مثلا يتحدث أن الجنون المقدس يسبيه العبقرية عند الرومان قضية جعلت العبقر هو نوع من الفارس المضاع داخل البشتري الرومانسيين في القرون في قرن السابع عشر كانوا يعطون خاصية يعني هو شخص المبدع هذا شخص رائع في تفكيره وفائق الذكاء لكن جفاف العقلين العقلانية مع الحداثة جعل خيال المبدعين مرتبط بالجنون متى زادت الدراسات حول ارتباط الإبداع بالجنون في القرن التاسع عشر لماذا؟ لكي يثبتوا أن هذا ليس بشيء إنما هو نوع من الجنون لذلك اختالت الحداثة الخيال باعتباره بعيدا عن العلم لكن سرد تاريخ الكتاب ووضع الآن مع تطور الـ وتطور المعلومات الضخمة استطاعوا أن يحشروا كم هائل من المعلومات عن تاريخ هؤلاء المصابين ببعض الأمراض النفسية مثلا الروائية الأمريكية سيلفيا بلاث كانت مضطربة وماتت من انتحرة أرنست هيمينغوي حتى هو يعني اللي يتحصل على جائزة نوبل وعند رواية العجز والبحر وغيرها كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب وانتحر عام 1961 الكاتب الكبير الأمريكي ستيفن إليوت كذلك هو عانى من اضطرابات نفسية وانتحر عام 2018 لذلك لا يعني لا نخاف الآن لأن نقول إن كل إبداح هو مرض نفسي هي الفكرة في طريقة التفكير المبدع يفكر بطريقة مختلفة يفكر بطريقة شبكية ولا يفكر بطريقة هرمية لذلك الأمراض النفسية تنفذ عن نفسها سلطان قشرة الدماغ وعندها يمكن للكلمات أن تنتقى من متحف الدماغ ما تشاء يعني الفارق بين المبدع أن المبدع يتجول في متحف الدماغ أما الآخرين فهم مقيدون بقشرة الدماغ هذا هو الإسانة إن المبدع الصحيح لا يشترط أن يكون مريض نفسيا يسترق المشاعر من سطوة قشرة الدماغ لذا كان أنشتاين يجيب عن المعادلات الصعبة في أحلامه لما تخلى عن هذه القشرة مندليف اللي هو وضع الجدول الدوري في عناصر الكيمياء كان حلم بهذا الجدول في المنام والأعجب من ذلك يعني شيء عجيب جدا ما يعرف بـ متلازمة سيفنت أن بعض الناس الذين يصابون مثلا بضربة في الدماغ أو مثلا طفل يولد عاجز في نموه في لحظة من اللحظات يصبح مبدعا حوالي أربعمائة حالة أو شيء من هذا يعني أحد القصص أن طفل ولد ناقصا في النموه الوقت تمامه الطفلا ولد ناقصا في نموه فعاش يعني طفل لكن في لحظة استيقظت الأم موجود على اليوتيوب تلقيه البيديو استيقظت الأم هي تسمع عصفا رائعا لمخزونات من مقطعات وأركوسترات فإذ به هذا الطفل يعزف لدرجة أنه في الليل بياني فبدأت دراسة هذه الأشياء هذا يؤكد أن نقطتين هامتين الأولى أن الإبداع يمكن اكتشافه في الدماغنا أننا يمكن أن نجعل الجيل الجديد مبدعا إذا فهمنا كيف يتحرك هذا الدماغ هذا عن المبدع لكن كيف يفشأ الإبداع نفسه هنا دراسات أخرى نفس الطريقة عبر الرنين المغناطيسي اكتشفوا شبكة داخل الدماغ اسمها سيمانتيك نتورك شبكة المعاني هذه اللي ذكرتها في المتحف تتحرك مع بعضها البعض أنت أثناء إبداعك ما الذي يثير المتلقي أن تمزج بين مجموعة من المشاعر في سياق واحد هنا الجسم أو العقل تتحرك معه شبكات جديدة لم تتحرك لم تألفها الدماغ أن تتحرك بهذا الطريق لذا هو يشعر بشعور جديد لذا هو يتفاعل مع ما يسمى هذه السيمانتيك عند دراسة بعض ذكرنا الدراسة حول هاري بوتر هنا يمارس الشاعر سحره وألاعبه من خلال كلمته فإن أحد القضايا الأساسية التي تسمى فرط التفكير المصاب بالشيزوفرينيا أو عند الفصام بالشخصية لديه ما يُعرف بفرط التفكير كيف؟ هو قادر أن يجمع بين شتيت الأشياء المتفرقة ويجعلها في نمط واحد هذا هو الإبداع سواء شعر سواء موسيقى سواء غير مثلي وهي أحد السيمات النفسية التي تتسم عند الشعراء استمع لإقبال يقول شكوايا أم نجوايا في هذا الدجا ونجوم ليلي حسدي أم عودي أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان أمسي طريق أمسي عن غدي والطير صادحة على أفنانها تبكي الربى بأنينها المتجدد قد طال تسهيدي وطال نشيدها ومدامعي كالطل في الغصن الندي فإلى متى صمتي فإلى متى صمتي كأني زهرة الخرساء لم ترزق براعة منشيد هذا إبداع لأنه جمع كل المعاني في سياق واحد يبقى سؤال أخير عن كيف ينشأ هذا الإبداع نظريات كثيرة لكن يمكن أن نذكر خلاصة يسمح بها المقام ففي البداية يجب أن ندرك حقيقة لو لم تخرجوا إلا بهذه المعلومة أظن تكفي تخيلوا أن 95% من فعل الإنسان المدرك هي في اللاوعي وليست في الواحد يعني فقط أنت مسؤول عن 5% لذلك الآن أحد الدراسات الهائلة في هذا المجال هو أن الإنسان مسير وليس مخير حتى إن تجاوزنا ذلك إذن الفكرة الآن أن الإبداع ينشأ من هذه 95% فالمبدح هو الذي ينساب مع فطرته وليس يغضع لقشرة دماغه إذن الآن هذا تمام تلك البذرة التي تصنعها الأعداف هي التي تجمع شتيت المتفرقات وينسج المبدع منها سحر الكلمات وبغزارة الذاكرة التي مقرها الحسين أو مقرها الحصين في الدماغ فإن الصور والمشاعر والحركة والحس وكل المعلومات التي خزنها الدماغ وصارت جزءا من الذاكرة الطويلة ينتقيها المتألم أو العاشق ليرسم صورته التي تخرج للدنيا كأنما هي خلق جديد ونشأة مستأنفة انظروا لابن خلدون مثلا سأكمل الآن مثلا حين عاصر الطعون في بلده والحروب وتقاسم السلطة المقيت وسقوط الكرامة في خريف الأمم كل ذلك جعله يعتزل لمدة ثلاث سنوات قبل أن يكتب المقدمة منها خمسة أشهر في قلعة بن سلام والتي تسمى الآن قلعة ابن خلدون في مدينة فرندا بولاية تيارت في الجزائر يعني هذا الظرف الذي عاشه ابن خلدون هو الذي أخرج لنا هذا الإبداع لنقرأه في المقدمة الرسالة الأخيرة التي نريد أن نصل إليها الإبداع فريضة لا تقل عن غيرها من الفرائف لأنه يخرجنا من سطوة الأنماط التي تمنع عنا رؤية الحلول في مساحات وتقاطعات نظنها تناقضات وما هي كذلك هي تلك الفأس التي نشق بها البحر كما قال كافكا بل هي الطوفان الذي يزلزل الواقع كما هو الطوفان الأقصى إنه حقيقة أن تستخدم كل إمكاناتك لترسم المستقبل الذي تريد لقد انتهى الزمن الذي يسرد فيه الساسة والمتطرفون السردية التي يبغون لأنهم قل ما يدركون ما هو الإبداع ففي حياة الناس من هو قادر على أن يتحدى كل الكلمات الخدعات التي لا تنتمي لمدحفنا القديم من الحب والعشق والهوى وذو الشوق القديم وإن تعز إذا تذكر وإن تعز مشوق إذا ما لاقى العاشقين وبرك الله فيه وليس إلها ولكنه لا ينام وليس نبيا ولكن عليه السلام هكذا يقولون عن الأب أما أنا فأقول قلبي الذي في الدار قد سجيته وبدمع عيني بالحنان سقيته وجثى علي بثقله حكم الفراق مبرحا يا ليتني داريته وتوضأت روحي هناك بروحه وبي الكلام قد استبد وصمته لكنما الجسم المثقل بالعناء على الأسى والخوف قد ربيته ونسجت من خيط اليقين عباءة ألبسته وضممته ورقيته كم كان حضنا لي وحصنا والدي والآن في لجج الغياب بكيته أمضى الليالي قائما متبتلا كم مرة هطل الدموع رأيته ترقى يداه وقد ألح دعاؤه بملذة اللقيا ويحنو صوته وتجرعت غصص المصائب مهجتي أبتي بغير الدير قد واريته بعد الرحيل بعشرة قبض الضياب وإليه عجل بانتزاع موته قلبي توقف إذ توقف نبضه ورثاؤه بلغ الفؤاد كتبته لو كان يهدى العمر كان هديتي والروح لو تفدي كنت فديته لكنه حكم القضاء مقدر سلمت مؤمنة به ورضيته جاء النعي محملا بشذا أبي قد مات بركاني تفجر صمته لو كنت أرسلت القميص كيوسف فلربما بعبيره داويته وتركت همسي كي يعانق همسه وبنور عيني راضيا دثرته وتركت ظلي كي يؤانس ظله يا ليتني حتى يظل وقيته يا من أنرتمد الحياة الدربلي ورضاك عني بالدعاء آنسته بالحب والبركات كنت تغيثني وغديك وجهك مشرقا صورته رباه وسع قبره والطف به مأواه جنات الخلود وبيته مأواه جنات الخلود وبيته للشام يطغى لذكر الشام موج تلوعي من غيرها أما سيحضن أضلعي هي لي ملاذ حين يتعب خافقي يا ليت وصلك لي بأجمل مطلعي وهي التي تصغي إلي بشهقة من بين جنبيها تصيح تربعي وحدي ويأخذني الخيال مع المدى أطوي مسافات وذكراها معي وحدي وأنفاسي تهيج نارها في مهجتي شوقا فتغطل أدمعي قد كنت أرويها بنبع دافق ما دمت أحيا ليس ينضب منبعي وأمد كفي كي أداعب تربها وإلى عناقك قاسيون تطلعي شام التي فقدت على عتباتها قلبا ينادي قبل لحظة توجعي حين احتضنت الجرح وهو مشرع هبت لتحميني كما أمي رجعي يا شام فاض الشوق بي بقريحتي وأثار إعصار الحنين تفجعي فأنا الوفية والفؤاد معلق بهواك حسبي أن روضك مرتعي هل تجمع الأيام شمل فراقنا وترمم البسمات بعد تصدعي يا شام أنا كنت وجهك قبلتي والنبض يعزف لحن حب موجعي مهما على نجم وشع لشاعر إن لم يقل بالشام ليس بمبدعي فأنا القوافي بالدموع مهرتها للشام خطتها حنايا أضلعي في الشام روحي والإهاب بغربة يا للفؤاد الخاشع المتصدعي الشام سيدة القوافي كلها هي وحدها للشعر أبها مطلعي إني لشاعرة الحنين ومهجتي تهفو إلى الشام التي لم تركعي الشوق في العينين نجم صاطع لولاهما لولاهما لم تستعي لن أطيل عليكم طبعا وأحب أن أشكر الجمعية الدولية للشعراء العرب الأستاذ مصطفى مطر والسيدة ريمان ياسين المهندسة ريمان ياسين الأستاذ خالد المحيميد والدكتور محمد زكريا شكرا للحضور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أهلي هناك شكرا للسادة الحضور لأنكم استمعتم إلى كلماتنا وأشعارنا وإلى شعري لذا أهتم بهذه الأبيات شعري يفوح بنكهة عربية وبه عطور من شذا سوريا نحن النساء الذائقات تغربا ولنا بعشق الشام ألف قضية إن كان ما بالقلب يفضح شوقنا فإذن سيبقى للحديث بقية شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة